موسيقى قناة لطيف يحيى قناة العراقيين ومحبي العراق موسيقى وعودتها الى العراق وانطلاق السياسة مرة ثانية طبعا لا اريد اشتم ولا اريد اغلط ولا اريد اكون مثل باقي الناس المطبلين انا عندي وجهة نظر احبا شاركها معاكم باعتباركم اهلي وعائلتي في هذه القنوات حتى نعرف من الصالح ومن الطالح مصيبتنا بالعراق ادنى شي اسمه عبدة البشر ادنى شي اسمه مطبلين ادنى شي اسمه هلا بيك هلا في عهد الرئيس صدام حسين الله يرحمه الكل بدون تسمية بدون ذكر اسامي قوميات طوائف الكل بنروح بالدم نفديك يا صدام فوت بيها وعزلوا مخليها واحنا وياك للموت ولما صار الحرب والاحتلال بقى هذا الرئيس اللي حكم 35 سنة ما يعرف وين يطي وجهه وين يروح وراح العائلته عائلته ما استضافته وبقى متهجولة هنا وهنا وعائلته وعشيرته اللي كانوا مستفادين منه ومن خيراته ومن صلوبته ومن كل شي اللي كان يتمتعون بي في حياتهم اليومية هم سلموا وقبضوا الثمن نورت حبيبي حمد الليلة لبست لكم زيتوني راح تقولون ما يصير اللحية ويا الزيتوني يعني اللحية ويا العسكري ما يصير فباعتباري واحد من هذا الشعب الزيتوني اذا نجحت رارة صدام حسين في استلام السلطة فاحنا وياها ونصيح بنروح بالدام وفوتي بيها وعزلوا مخليها ما صارت الشغلة نبقى اللحية متدينين وعلي وياك علي وهذه نخليها الجماعة روحي نخلب تكريت وعلى ها السوالف أريد أتكلم راح أتكلم بأدب بدون تجاوز وبدون أي شي إلى أختنا السترغد قمتي قعدتي أنت إراقية ننسى موضوع أنت بنت الرئيس صدام حسين الله يرحمه بس أريد أسأل كم سؤال لأن فعلا تعرفوني أنا من أتفاجع أتفاجع يعني بقوة ومو برضاتي قبل أسبوع أو أكثر طلعت في بث وقلت شون صارت شغلة التفاهم السعودي الإيراني وقبل أربع خمس شهور قلت أكثر تفاهم سعودي إيراني من تحت الطاولة في بعض الدول وحددت الدول وقلت الكل طلعولي إن كانوا ولدوا أم حازم جماعة المقاولة والمماتعة أو ولدهم سلمان جماعة طويل العمر سبوني شتموني وبالنهاية الحقيقة بانت أريد نعرف بأنه شنو هذا التقارب اللي إجاء في غفلة من الزمن تحدي لأمريكا يعني نقول للأخ محمد بن سلمان أنت شاب ومرتب وتريد تقوم بالمملكة العربية السعودية إلى التطور والأعمار ومنافسة العالم هذا الشي حلو وهذا القائد اللي هو يعتبر قائد راقي بس عندي سؤال مو حضرتك سيادة الأمير قلت راح ننقل المعركة إلى قلب طهران شنو الاختلف حضرتك تعرف ملالي إيران على مدى الزمان اللي نسميهم الفرس المجوس لا بقوا على عهد ولا بقوا على ميثاق كسروا العهود وكسروا المواثيق ودمروا الأمم هل تتصور سيادة الأمير محمد بن سلمان بأنه إيران سوت هذه الصلح معاكم أو أقدت هذه الصفقة معاكم محبة بكم أو بمكة أو بالبقيع اللي طالبون بها على مدار السنة من 2003 ولحد يومنا هذا البقيع وآل بيت الرسول رح نهدم مكة وأنتو شفتوا في كل موسم حج لازم الإيرانيين يطلعون ويفلشون مراسيم الحج طيب يا سمو الأمير حضرتك تعرف من 20 سنة اليوم تاريخ 20 سنة بالضبط من تم احتلال العراق من 20 سنة إيران سقطت أربع عواصم عربية إذا تقول ما مهتمين بالعراق مو مشكلة العراق إذا تقول ما مهتمين بسوريا مو مشكلة سوريا إذا تقول حضرتك ما مهتمين بلبنان مو مشكلة بس حرقكم الضروس هذه اللي صار لها أدة سنوات مع الحوثيين والحوثيين تعرفون أز المعرفة هم أذناب وذيول إيران والحوثيين قصفة أرامكو والحوثيين قصفة مكة المكرمة ومناطق في المملكة العربية السعودية فهل المملكة العربية السعودية بعد ما تقدر تقاوم الحوثيين وصرف المليارات أسبوعيا على هذه الحرب أو أصبحت الشرق الأوسط وهذه الأربع دول المحتلة من إيران صفقة حتى يوقف الأمر على السعودية وتز بهذه الدول كثير من التعليقات وصلت معروفين من المطبلين وطويل الأمور وكذا هذه شأنكم الداخلي مو شغلنا ولا نريد نتدخل بي أنتوا أتكم سياسة معينة قاعدت تمشون عليها وهذه السياسة معروفة من زمان وكيف دعمت ما يسمى بالمعارضة العراقية واجتماعاتهم وتمويلهم وكل هذه الأمور يعني مو أنا أجيبها من جيبي ولا أسوي قصة عن هذا الأمور ولا أقول بأنه أتبل عليكم أنتم ما سويتوا شي لا بالعاكس ما شاء الله ساعدتم على تحرير العراق من الدكتاتورية ومن صدام حسين اللي كان حاميكم واللي دخل حرب بسببكم وبسبب دعمكم ثمان سنوات عشرات بالمئات الآلاف من الشهداء والمعاقين والأرامل والأيتام والآن أصبحوا خونا لأن جماعة إيران دي حكمون الإراق فكيف يعتبروهم شهداء فأنوا حربون حربون أمهم إيران وبلشت في عملية ثانية وهي دعم ما يسمى بسنة الإراق من 2003 واليوم هذا تم تمويل قنوات مشبوهة وما يسمى بسياسي الصدفة بعشرات الملايين وفرشت السجاد الأحمر لقتلة الشعب العراقي من قادة الميليشيات وقادة القتل والدمار في العراق وكل هذا ونقول عسى ولعل بأنه هذا المملكة تتفكر في طريق صحيح لإنجاز شيء ما للإراقيين اللي قاعد ينقتلون ويخطفون في السجون وأصبحت مناطق كاملة في العراق تحت السيطرة الميليشيوية وممنوع حتى ما يسمى بالحكومة أو العصابة الحاكمة الدخول إلها وكل هذا وتقولون احنا دولة الإسلام واحنا موقع الإسلام واحنا مكة المكرمة في بلدنا وفي بلدنا وكل هذا طيب كل هذا نرجع ونقول هذه سياستكم وسياسة دولتكم للحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية ومن حق أي دولة في العالم أن تدافع عن بلدها وشعبها بالطريقة اللي تشوفها صح بس أنا اللي دا أشوف كعراقي ما أقول لا محلل سياسي ولا أقول أنا سياسي نقول كمراقب من أقرب بين السطور هذه العملية اللي صارت أريد أذكرك سمو الأمير بأنه أمريكا ما عدها صاحب صديق وبأنه أمريكا قتلت الملك فيصل الله يرحم لأنه عارضهم تزول واحد من عائلته و راح إلى رحمة الله لأن أمل نفس عملك نفط وتمويل الغاز وكذا وقف عنهم قتله فأنت يا سمو الأمير وضعت نفسك في خانتين قابلة لإنهاء أمرك وإن شاء الله طولت العمر إلك ولعائلتك الكريمة المسألة الأولى والمهمة بالنسبة للغرب وبالتحديد أمريكا بأنه وضعت نفسك في خانة عدم تزويد أمريكا بما تستحقه من الطاقة وأنا شخصيا فرحت وأنا شخصيا قسما بالله قلت عليك بطل رغم اختلافي السياسي معك وكانت خطوة جميلة وحلوة من شاب حاكم جديد يحاول طور بلده يعمر بلده ويقول أكبر قوة في العالم لا اتعاملونه بالمثل الند في الند وما عمل وما عمل هقائد سابق في عمرك أو أكبر منك بس بعدين بنحطيت إيدك بإيد إيران أمريكا كانت غاضبة عليك من يوم اللي ما عطيتهم البترول أو نزلت ما ما سعدت طاقة الإنتاج فبقت هذه في نفسية الأمريكان والأمريكان إذا ما تعرفهم أو الناس اللي حواليك من ما يسمى بالمستشارين ما قايلي لك عن غدر الأمريكان اللي هو أنقس وأنجس من المجوس لأن دول الأمريكان خططهم مستحيل أحد يتجاوزها فبلشوا بالإعلام ضدك والخاشق طلعوا لك بالإعلام اشتغل وبلشوا يتكلمون عن شيء اسمه مريد محمد بن سلمان وسموا شيء مريد نتعامل هي المملكة العربية السعودية بوجود محمد بن سلمان وما وصلوا إلى مرحلة أعلنوها علنا تغيير النظام في المملكة العربية السعودية ليش بسبب وقفتك الجميلة واللي فعلا كانت فخر بأنه قلت لهم لا أول شخص طائد عربي خليج بالتحديد يقول لأمريكا لا وأنا فرحت وارجع وأقول رغم اختلافي السياسي فرحت قالت والله بطل طيب بعد هذا سويت مؤهد الصلح مع إيران إيران اللي قاعد تمول الحوثيين لقصف مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية وهذا شيء ثاني يضاف إليك وللأداء إليك من قبل أمريكا وغير أمريكا تعرف الغرب ما عنده صديق ولا عنده شيء اسمه علاقة دائمة العلاقة الدائمة مع الغرب فيدني أو أفيدك أو أكثر شيء فيدني بعدين أفيدك وإذا ما اشتغلت على ما رامهم راح تدفع ثمان كبير مثل ما أنا دافع تقريب 31 32 سنة من عمري لأن قلت لا مو مشكلة أنا مو دولة ولا عندي شعب أوقف عليه بس حضرتك يعني بعد الملك وعندك شعب طيب إذا أمريكا أملت شيء من هذه الأشياء لا سامح الله وأذتك أو أذت شعبك أو أذت بلدك إش راح تقولي نفسك إنت تختاري شيء أكبر غلط أتصور أملته في حياتك وهو حط حطيت إيدك بإيد إيران ذول المجوس يعني أنا أستغرب عليك أنت إنسان ذكي وإنسان تعرف كيف تتعامل مع الأوضاع كيف عبرت عليك هذه العملية بأنه تحط إيدك بإيد إيران اللي من تاريخ الفرس عمرها ما وفت ولا بوعد ولا التزمت في عهد إيران كانت تغرق وانتهت وكان سقوط ملالي طهران موجود ألف بالمية وأنت حضرتك جيت أنقذت ملالي إيران مثل ما أنقذت الإصابة الساكفة في بغداد لما كان وضعهم وصل إلى الحضيض وسقوطهم كان ألف بالمية دخلت من زاوية التمويل ودخلت من زاوية الأمور التجارية والاقتصادية وخليت هذه العصابة الحاكمة مرة ثانية ترجع على رجلها وتدمر الشعب العراقي وده نشوف النتيجة لليوم شنو اللي دي يصير بالإراق المقاولة والمماتعة السفيرة الأمريكية جارتهم من ذيولهم اللي كانت ذيول إيرانية هذا الذيول الإيرانية جارتهم من ذيولهم وجمعت المقاولة والمماتعة وعلى رأسهم تيس الخزعلي يستقبل السفيرة ولا كأنه شيء اسمه أبو هيرقوبتي الأبو مندي المهلس وإلى ذاك المنبوش الثاني جماعة كباب المطار صار حشي ويطلع هذا العامر يقول لك والله ننتقم ننتقم ليس اليوم بعد حين دولة بيتكم سلاح بيتكم كل شي ما كو المهم وآنا اتفاجأت مرة ثانية تعرفون من اتفاجأني رأسا أخذ لقلاس عصير قرنابيض وأضرب لكيلوين جوري وأقعد أفكر بعد هذا الصلح الإيراني السعودي المفاجأ الكبرى تعلن السيدة رغط صدام حسين لعودتها إلى العراق شي جميل حلو حلو من حقها كعراقية تعود إلى البلد من حقها كعراقية ترجع إلى بلدها ومن حق أي عراقي ترجع إلى بلدها مو مشكلة منه أبو منه كذا ديكتاتور ما ديكتاتور تسموه اللي تسموه بس تطلع بهذه المفاجأة والغنبلة في قناة غير معروفة وتلتقي باللي قدمها اللي هو صار له ست سبع سنوات يألف معاها كتابها اللي دي ينزل يعني عملية تجارية بحتة وتشكر على الهواء بأنه أشكرك على يعني وقوفك معانا ووقوفك في كتابة الكتاب وقدت لكم تذكرون نتصور قبل سنة سنة ونص قلت لكم رغدة تسوي كتاب وبالسر وهذه النتيجة طلعت من أقول لكم أنا سيد ما تصدقون زي من أقول لكم أنا سيد وأشوف الجسمة ما تصدقون فالمهم طلعت الأخت رغد اتكلمت والعراق والعراق ورح نرجع العراق طبعا هذا الفيديو رح أسب يعني أشبع سب من الصداميين وجماعة الرفاق وعجليابا جماعة تكريت اللي هم قاعدين هسه دا يتفرجون وقاعدين هنانا مخيمين عدنا وجماعة سلوان والحرامية اللي باقت صدام واللي جوي سوه واللي سوه ويقول لك لا تحجي على بنتعمنا ما هو أنتو اللي بعتوا بنتعمكم وأنتو بعتوا الرئيس والد بنتعمكم وأنتو كنتوا متنعمين بأموال وسلطة أبو بنتعمكم فلا تقعدون تسوه أهم راح يطلع لواحد يروح على جماعة الصفحات ما الرفاق اللي جماعة بنروح بالدم اللي لا تعرف شكلهم ولا تشايف صورهم يطلع لك صورة حاطلى يشمخ حاطلى قناع حاطلى معرف شنو ومازال خير رفاقنا وأحنا البعثيين ورح نجيكم وقسما بالله لأن خلي عليها واطيها وتشتغل الكلاوات مالتهم ويشوفون إش قد يجاهم سوبر شات وإش قد يجاهم هدايا من التيك توك وبعدين يشتغلون على هذا الرن وتحكي ويا أنا صدامي وأني بعثي وأني ما أعرف شنو حزب البعث موجود فعلا موجود بس على صفحات التواصل ومن تسأل واحد من دول العود يعني هذول القاعدين على 24 ساعة عزايا الرفاقي ورفاقنا وما يخلي واحد يحكي ولا يفتح حلقة ولا يناقش ولا كذا ومقنع وقاعد متنعم بفلوس اليوتيوب ومتنعم بفلوس الهدايا وهو المتحدث باسم البعث ويحكي باسم الرفاق وانتو وانتو احنا ويروحوا له روح رد على لطيف يحيا وروح معرف شنو ويطلع لك انا وانا طب وهذه الفيكات مثل المونتاج والصوت والمعرف شنو حتى يطبو له وهذا اللي يطلع لك زين مثل ضياء القواد عفونا الكواز قرن كان مالوطمان حبيبي حمد انا حطيت بدون رتب لانده انتظر السيدة رغد تستلم الرئاسة فهم رح انصير دمج ان شاء الله وهي توزع الرتب فغير اصبر هي احنا دمج احنا كل حياتنا دمج اي ف يروحون على هذه القنوات ورد رد على لطيف يحية هذا نصاب هذا حرامي يروحون على سليمان جدرية يقولوا ليش ما تجيب طارية شنو تصالحت ولا تصالحنا ولا اللي شغلة بي وسليمان جدرية يبقى جدرية ويبقى فانيلة ويبقى بطانية وهم أبقى على عهدي إلا أوصل للعراق ماكو ماكو شي اسمه صلوح قال الرئيس حش الرئيس حطوا الشيش برأس الرئيس سحلى والرئيس وش اسمه لأول مرة ضابط المخابرات الفلاني ولأول مرة أدخل إلى الرئيس إلى سنزانتا ولأول مرة ماذا دار بيني وبين الرئيس ولأول مرة أنا أشوف قلاقي للرئيس يعني مقلنا لكم واكلين جري يعني على الرئيس حشيته يا الرئيس الرئيس قال لي وأنا قتله وأنا كذا حبيبي أفتح لك مطبخ مصلاوي وجيب لنا قشبي وقيم وروح من السرشخانة جيب لنا السجاق وجيب لنا من السمي إجابك على هل سوالف قال الرئيس وحش الرئيس وكذا وإن شاء الله وذيل يقمز منا ومنا يقعد يسجلك ويقعد يذهل الجماعته ويطلع لك واحد ثاني وهم على نفس الحال مصيبتنا مصيبتنا كارثية أقسم بربه العالمين كل من فاتح له مزرعة وقاعد يغرد بيها وفوت بيها وعزل ومخليها وذلك أعزائي الرفاق ورفاقنا ويقوم قسما بالله ودق وعاني وملثم زين أنت تقول أنا بعثي يأدري قابل شنة عضي قيادة قطرية هو أنت كلك شنة ثمان سنوات من استشهد الرئيس من يعرفك من أدائس على على ذلك أم سوي لك وأسد وما أسد من كان يتكلم معايا أنا فتحت كاميرا ضم الكاميرا لا لا لنفتح كاميرا يأدري داشوف الزهرة داشوف أم سوسو داشوف جماعة فرس النهر لو أنت عورة عورة ما تطلع واني أعرف الديولة هنا موجودين ويقول لولي ها أنت ليش ما تصافون أتصاف على شنو أنا رجل أطلع صوته صورة ما أطلع ويا أشباح ما أطلع ويا أشباح وكل من يقول لي أسوي مقابلة وهذه والسجلة أنا ما أسجل الشهود اللي صعدوا ويا صعدوا بث مباشر عندك شي تعالح شي ما تكتب لي جرائد ودز لإيميل وعجل وما عجل وإحنا قرابت وإحنا معرف شنو والحقيقة نعرفها بس ما ريد نفتح الماضي لا نفتح الماضي لأن الماضي ريد نعرفه شون صار الماضي اللي وصلنا لهذا ما وصلنا عليه دمرت العراق هجرت شعبة سرقت نهبت في قيادة الرئيس صدام حسين والآن هم سرقت وهم بقت وهم خنت وهم تمشون باسم الرئيس صدام حسين يعني هيتش عارية أنا بحياتي ما شايف عارية وبهذي الوجه القبيح تحكولي لي اليوم باسم الرئيس بينت عمكم ساجدة بكتوها بكتو بيتها اللي باعثها وتحكولي أنت ما تعرفنا يوال وما تعرفنا يوال وحق الله أصمتك حشاك حشا السامع بلي برجلي أنتو مين هو يعني لو تقودون لو الناس كلها خوانة كل زمن إلى رجاله إلى رجاله يعني إذا أنا هسه أطلع وأقول أي لازم أنا أدعم رغض صدام حسين على عيني ورأسي بس شنو فرقي راح يكون أن اللي يمشون مثل الخرفان ورا مقتد السطل هما مو محبة بي دا يمشون ورا محبة بأبوه زين أريد أسأل سؤال أهم سؤال بري أريد أعرف أنت تريدين تصير سياسية وترجعين وكذا السيرة الذاتية هل كنت في حزب البعض مع العلم أبو الله يرحم كان هو قاعد حزب البعض هل كنت في دور أساسي في الحكومة العراقية لا هل خنت الرئيس صدام حسين نعم اللي هو والدك الرئيس صدام حسين أنت خنت عام 1995 لما طلعت مع زوجك المنبوش الخائن أحسين كامل اللي بسببه كان قريب ينرفع الحصار عن الشعب العراقي بسبب هروبة اشتد الحصار واشتد الدمار على العراق وبسببه تم احتلال العراق واذا تقولين انا ما كنت اعرف بانه راح يطلعنا وراح اسمع بانه ديريد ينقلب على نظام الوالد مثل ما تسمي فانت كنت تعرفين انت ما كنت في سجن انت ما كنت في غرفة مقفول عليك على مدار الساعة انت كنت في ضيافة الملك حسين رحمه الله يعني عندك بيت وعندك حديقة وعندك حرس ملكي وعندك خدمة وكل شيء عندك تقولين انا ما كنت اعرف في مقابلتك انا ما لي شغل ناقل الكف ليس بكافر انت بالسان قلت انا ما كنت اعرف بانه شوف الكلم المرحوم حسين هي شاهدوا كل مقابلاتها عدل اخيرة من تذكر الرئيس صدام حسين ما تقول الله يرحمه من تذكر اخوتها قصي وعودي ما تقول الله يرحمهم وهي نفسها اللي اعترفت قالت البيجات خيرهم كان معلم وبعدين تطلع تقول احنا اسياد العراق ما شي ما يشبه شي هس هذا ننسى نرجع على الخيانة الرئيس من خمسة وتسعين حضرتك اخت سترغد العزيزة ابنة الرئيس العراق السابق الله يرحمه خنتي والدك طيب الوالد اقرب المقربين لأي انسان مهما كان سيء مهما كان خوش ادمي بس الوالد والوالدة الله يرزق البشر باب واحد وام وحده فانا من اخون الاب او الام فانا من غير ملة طيب اذا كنت تقولين ما كنت تعرفين بالمؤتمر الصحفي اللي راح يطلع به الخائن حسين كامل طيب هو خلص المؤتمر انت شفتي المؤتمر وانت قلتي باعترافك في المقابلة ماتش بانه صارت مشاجرة بينكم كان ارفع التليفون على جلالة الملك حسين الله يرحمه او اصيح على واحد من الحرس وقل له تعال يا با اريدش اقابل الملك فورا ما راح يقول لش لا فاذا انت كنت بريئة كان قلتي للرئيس الله يرحمه للملك حسين الله يرحمه جلالة الملك انا طلعت بقيراتي مع زوجي واطاعة الزوج واجب وكذا بس ما ارفت بانه زوجي ريد ينقلب على السيد الرئيس اللي هو والدي ولهذا اطلب من جلالتك ارجع للعراق وبحمايتك بهذه الطريبة كان غفرتي لنفسك وكان كبرتي بعين والدك لان فضلت الوالد على الزوج اللي خان النعمة اللي كان بيها من نائب عريف صعد الى خمس وزارات وزوج بنته بعد شي يسوي لك فشار رجحتي انتي واختي معززين مقدرين بدون ما صار اللي صار نقول ننسى الماضي ما اقدر انا كشخص وحتى العراقيين ان كانوا محبين الي او كارهين الي ما رح نخفر ليش لان انتي انتي شاركتي بخيانة العراق لان زوجك ما كان يمثل نفسه مثل ما انا دمثل نفسه انا ما امثل لا حزب بعد ولا صداميين ولا بورتغاليين ولا كنديين ولا ولدهم حازميين ولا ولدهم سلمانيين ولا الصهاينة ولا كل هذه الاسماء اللي يحطوها بيا انا اخطأ اصيب انا انسان حر نفسي اذا اخطأ اعتذر واذا امشي بالصح انا ماشي بس انتي ابنة رئيس فاذا ابنة الرئيس خانة الرئيس فكيف تريدين شعب باكملة 30-40 مليون يثق بيش هسا واذا تريدين تقولين نبدي صفحة جديدة هذا ها مو مشكلة نقول صفحة جديدة طيب اذا حضرتك اسستي حزب يعني انت منطلعت باللقاء الاخير هذا ايميلات انترسد دكتور ريد تليفون شون نتراسل مع السي تراغد يا با بويا قابل عن سكرتيرها طرح سكرتيرها شاسمه موجود وهو كان هم شاسمه مان الاستاد يعني مو مو انا جايبها من جيبي فهي من قبل ما تسوي حزب ومن قبل ما تسوي سلطة في الدولة هم جايبة نفس الخطأ اللي ارتكبه الرئيس صدام حسين الله يرحمه من قرب اقرباء وعشيرته اللي سلموه وسرقوه وسلموه للامريكان فانت يا ستراغد دا تتعاملين بنفس الاسلوب القديم اللي ردنا في يومه من الايام يبغير جايبة سرسرية عدي داير ما داير اتمولين السرسرية اللي قاعد يروجون لحزب البعث وهم ما يشتروك ولا يشترون حزب البعث بدرهمين من ضياء القوات عفوا الكواز الى ضافر الى فلان الى علام واذا تراجعون الحلقات اللي انا تكلمت بيها عن رغد في برنامج الصندوق الاسود مع الاستاذ مقدم البرنامج عمار تقي منسألني عن رغد قيلت لو يملكوها العراق هذه المرة ما ترجع لانا تعلمت على سيستم على سيستم معين ما تقدر تعيش به بالعراق وثاني شي اذا انت من هسا جايبة فلان وهذا فلان انت نسيتي حضرتك سترغد ضافر وعلى مكي وعلى الساهر اللي طلعوا اللي طلعوا في قناة العربية وعروا اخوش او داي صدام حسين وما خلوه لسكة بس المهم اذا ان شاء الله استلمتي القيادة في العراق ما اوصيش اريدش الصومين كل ثنين وخميس والمعنى في قلب الشعر فيا اختي العزيزة خليك بموقعك وانت قاعد ولا يقروك العالم ترى اقسم برب العالمين اقرب المقربين الك راح يغدرك واقرب المقربين الك بيئك بقشر بصل هذه هي الحياة هي هذه الحياة وهذا اللي دي يصير في عالمنا اللي احنا عايشين به العالم اللي به المادة فوق القيم فوق الاخلاق فوق المبادئ فوق كل شي فلاحظ ببعث يرجع ولا فلان يرجع واذا هذول السفلة هم طاروا هم مراح يرجعون احنا نريد عراق يحكم العراقيين ما يجيني واحد من فلان محافظة ويجيب مرة ثانية ابن عم وابن خال وعين فلان وعين فلان لعد سوينا الريد واحد يحكم العراق شريف مو مو فرس النهر فرس النهر هذا سالف تسالف ولو هو كل شسمه واحد حنتوشي وماذا يعرف شي سوي والمزرعة ما اتهم يعني طافحة ويعني المهم ريد واحد يجي من حتى يعين حماية يكون الحماية تجي مو هو مختار لأن من قريته أو من محافظته لا تجي تجي من الكلية العسكرية تجي من الجيش تجي هذا وهذا حماية رئيس مثل حال حال الدول الباقية بس جيب ابن عم وابن خال وحط عقد وهنان أو الطفلان ويوزع بكيف لا فهذه مصيبتنا شغلة العشاء والعوائل هي طيحة تحضر عراق فإذا أنت بعدش ما وصل بغداد أو العراق لم تلت شلة سرسرية يبيعوك بفلسين وحق ربك بفلسين يبيعوك أما أما خروجك بهذا الوقت وأنت دا تشوفين أنت دائما تسويها أنا أحلى شي بيش اللي يعجبني بأنه أنت دائما لا إراديا سبحان الله لا إراديا دائما تنقضين العصابة الحاكمة في العراق كل ما تنهار تطلعين حتى العصابة الحاكمة شو تقول في العراق انتظروا بعثيين جايكم أحنا جماعة الزيتوني أحنا رح نجيكم جماعة الزيتون غير رح يجوكم جماعة الزيتوني والبعثيين ما رح يخلون شيئي بالعراق والبعثيين رح يسوون كذا فأبقوا ويطلعون أهل العمايم هذا بلد الحسين ترى البعثية إذا جوكم حتى الحسين يشيلوه ويجرعون هذا الشيء الطائفي بالجهلة وبالقاذورات اللي قاعد تمشي فالعملية أنت اللي دا تسويها دا تروجين أو تقاعد بغرض أو بدون غرض أنا ما عرف شنو اللي بقلبش لأن بعد ظن إثم فتجين كل ما العصابة الحاكمة على وشك السقوط تطلعين في مقابلة سبحان الله شون مفاجئة أنا طبعا رأسا أتفاجئ أقول سبحان الله لا إله إلا الله وسوف أعود إلى العراق وأنا كنت ما أفكر بالسياسة بس لا هسه صار عندي نضوج وأخلي الشعب يختار أي شعب تتكلمين عنه أي شعب ترى لا تصورين هذا الشعب اللي دا يترحم على أيام زمان ترى مو حبا بالرئيس صدام حسين الله يرحمه دا يترحم على الأمان اللي مثلا كان على ماكو ميليشيات ماكو مخدرات ماكو هالسوالف بس أنتي ما تقدرين تسوين اللي سواه أبوك لأن ذاك كان رجل ويعرف الشون يتعامل ويا هذا الشعب هذا الشعب الله خلقه هيك ما يمشي عدل إلا بتشلاليق الغالبية إذا مو بتشلاليق ما يمشي يعني ليش ما نكون واقعين لأن اللي ما يتكلم بصراحة حتى على نفسه حتى على الشعب مات يعني أحنا عشنا أنا مو جاي صح أنا قل له اللي أنت أصلك هندي بس ما يخالف هم أن ولدت بالعراق أصلي هندي مو مشكلة بس أن ولدت وقرفت هذا هذا الشعب مين جاي وهذا الشعب الشون إجي ودي يوزع هالكلاوات يوم بعثي ويوم رفيقي ويوم مولاي وباشر هم سماحة السيد المرحوم حبيب المتقاعد نورتنا زين سماحة المرحوم سنوبي عليه السلام الشهيد اللي سيارة ناصبية في لندن دعمته واستشهد وإن شاء الله لنسوي للمرقة بلك الديول هم يجون يدفعون الخمس بالشباك رح نجيب لشباك ذهبي فهذا الشعب إذا غالبيته متخلف وجاهل أنت تصور شون رح يصير تقولي للشعب أي شعب هو هذا الشعب اللي يمشي ورا تيس الخزعلي ورا السطل ورا سبتة تنقاني ورا صنم ورا معروف منه هو هذا الشعب اللي رح يساندش رح يرجعولك مرة ثانية ولد عمومتش جماعة عجل يابا ويعوجون حلقهم اللي اللي يخلي يستمعي من عندي اللي يحطون صواني الخرفان والبعران والأضاحي لقادة الميليشيات ويرحبون بيهم انت انت شايفة تكريت شون صايرة شايفة العوجة شون صايرة انت شايفة الميليشيات الشون قاعد يفترون هناك وماخدين راحتهم وجماعة العقو جماعة عجل يابا وكذا زين جماعة اللي معتمدين كان الوالد الله يرحمه سيد الرئيس معتمد عليهم هم اللي قدروا وما طلعت طلقة واحدة منك بالعكس فرشة وصواني الهبيط للمحتل والميليشيات هسه ولكل شي هذولا مستفادين على مدار العقود ترى مو اليوم ولا باتر ولا ولا الف سنة فمال تجين وتقولين اسو حزب اقود ما عرف شنو وكم واحد ضاحق عليك او مسيرة مو مخيرة من كم امير فلان وفلان ما نريد نذكر اسامي ولا نريد نحتي بس يعني انت اذا تفهمين كلامي من اذا اقصد وبين فترة وفترة يلا عيني اطلعي هذي قناة اطلعي يلا هذي تحكين هيك وتحكين هيك هسه بلشت العملية بطريقة ثانية بلشت هذي العملية الثانية ليش قبل تطلع اول لقاء بحجاب وقاعدة وقف وقف واخو بيجات والله ماكو كذا وسبيتي عمك وبرزان وسبيتي علي حسن المجيد لانقتل سحل الخائن حسين كامل وا 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 وفي المقابلة الثانية سبحان الله عمي برزان وعمي علي وعمي ما عرف شنو وعمي ما عرف زين يعني جانا مقتدى بس نفي هالمرة هم ما نعرف شيريد وبعدها مقابلة اخرى تطلع مودان ونفق وشفط واللفط والاخدود محمرة ومعرف شنو والحمد الله والشكر هم شغلات خاصة مو مشكلة وهم حشيتي نفس القصة يعني مو شغلة جديدة بس الغنبلة كانت البارحة الغنبلة ما شاء الله الاخدود موردة والنصر مثل هذا النصر اللي عندي ما شعار الجمهورية بالمناسبة سترغد ان شاء الله من تقودين العراق هذا النصر اللي موجود هنانا هذا كان اخر نصر موجود خلف الرئيس صدام حسين الله يرحمه وان شاء الله منخ شعكي محتيش من المصلاوي منخ شعكي في بغداد اعطيكي هدية هذا من سليمان جدرية مو هو سليمان جدرية يعني وزعته اعرفين اعطيك هذا النصر ما لل اه سبحان الله والسيد الرئيس حتى تقودين العراق يعني ما بقى زلم بالعراق اما جماعة عجليابا جماعة رفيقي لو جماعة ولدهم حازم جماعة ايران ما عدنا زلم بعد انتهى العراق ما بي زلم لو رغت لو جماعة الدعوة ما دعوة والسلام عليكم والله اكبر يعني الاسلام يخر عرقون اسلام هذا البلد ما تقوم لقومه على قولة هذا فاق دعبول قوة عظيمة ستبان الغالية نورتي البث اشتاقينها الاشتبان يطلع فاق دعبول يقول لك والله سنة الالفين واربعة وعشرين قوات الدرنفيسية البلبولية اللي رح تجي تسوي شغلات بالعراق وتغير وتكنس كل هال باقي سنة وخلي نشوف زين رح نشوف هاد القوات البلبولية اللي رح تجي للعراق وتحرر من دول المجرمين هو انتو دول الميليشيات رح يعوفوها حتى لو ايران باعتهم هذولا صار عندهم النفط كاكل نفط بينهم والسلاح وكل شيء هذول فانتي يا سترغل حبيب تدقعدي بعمان يعني انتي طلعت البارحة لقاء اقسمه بالله لا الراس ولا اساس لقاء قاعد الشكرين المذيء لمساعدته لعدة سنوات في كتابة الكتاب اللي انتي رح يصدري يعني انت تسوي اعلان نفسك قبل ما يصدر الكتاب ما يخالف نقول اعلان واحد كاتب لي يعني من دولة لش اسمها اقول اي شكوا بيها هي طلعت في هذه القناة قناة جديدة على مود المشاهدين يتابعون هذه القناة يعني اشتغلت حضرتك مروجة للقنوات والله زين ترخص شغل والله والله العظيم لس صيرين زوج مثلي انا عمري ما ااخدت فلوس من مقابلات او كده لس صيرين زوج مثلي اي واحد يطلب مقابلتك حطي مليون مليون شرط اخذي اخذي انا انا اقول لك لان اذا صيرتي زوج مثلي رح ياخذون مقابلات منك وقص بس اخذي فلوس انا اقول اخذي فلوس فيا حبيبتي يا اختي العزيزة يا اختي في البلد في الوطن قعدي ربي بناتك زين وقضي عمرك بالمكان اللي انت بي وعوفي العراق لو هس الحسين عليه السلام وعلي ابن طالب عليه السلام وكل الانبياء وكل الملائكة وجبرائيل وعزرائيل وشناو و ابن فخرية واخو يسرى يدخلون العراق وسليمان جدرية هم راح يرجع العراق تم التخطيط لدماره ووصلوا الى دماره فلا انتي ولا اني ولا اي شخص بالعالم راح يرجع العراق فكاف رحم الابوش الطيب رئيس العراق كاف تلعبون بعصاب الشعب كاف تلعبون بعواطف الشعب كاف تدقون على مشاعر هذا الشعب كاف تلعبون بحياة هذا الشعب لان الشعب غالبي تسأمكم يكرهكم ما يريد يشوفكم انت طالع البارح بمقابلة يعني شعب ما يجوع شعب ما عنده لقم وياكلها وانت طالعتلي بثوب شانيل الناس اتراقب الناس تشوف الناس حصر عليها خبزة وانت اطلعين بشانيل ومكياج وهذه هاي شغلات خاصة وقاعدة ويعني صوت شرايح من الجقاير ولو كنت تقدرين هم تبلدين للرئيس وصوته هم كانت قلتي عجل يابا ان شاء الله قريبا نرجع ونستلم العراق ها انا ما كنت في ذاك الايام كان ما كان عندي نضوج سياسي فاليوم قدي نضوج سياسي وان شاء الله نرجع ونطي التحية وسلام الى الستبان بصوت المرحوم فاوفوا هذا الشعب رحمة لابوكم اتهجرنا اتدمرنا اتفلشنا انقضت على حياتنا انا واحد من الناس انا شمستفاد من الغرب شنو اللي دا اريده من الغرب يعني انا مدى اتأقلم انا روحي بالعراق هذا بالجسد هنا جسد ياكل يشرب يطلع يحشش عليكم هنا يحش اللي علي وعلي بس مدى اقدرت اقلم بسبب امثال جاسي ترغد وبسبب المروجين انتي وبسبب العصابة بالعراق اللي كانت هسة والسابقة حتى لحد يقول والله انت ذيل صدام حسين او انت اتمجد بصدام حسين قلتلكم انا ما اقدس صدام حسين صدام حسين احب احترم لموقف رجولي ابوي وقف نقطر السطر بس جماعة علي وياك علي ياخذوها بكيف هم وجماعة حزب البعث هذا شنو الخاين وهذا ما اعرف شنو وهذا فلسين ما يشتري وهذا باقي فلوس عدي وسليمان جدرية يسميني الحرامي اذا عاني حرامي اسليمان جدرية لعد منو انت اللي تريد تبيع لباس الرئيس وفانيلة الرئيس اللي تريد تبيع الجدرية وتبيع البطانية مع الرئيس وتصيح علي ايدك بيد محمد انت مثل القرض كل من يطي موزة يقعد يصفق له ما يطي موزة يحطي دعلى صندوق الاسود هذا مختصر ما وصلنا اليه في اليوم الحالي الكل تدور مناصب الكل تدور شهرة ان كان على حساب سب الرئيس مثل فرس النهر متح الرئيس مثل ارنب صدام وغيره وهالشكولات والصفحات اللي ما تعرف وجماعة سلوان الخايس هذا مسوي لهم شبكة وابن الساقط إبراهيم يوم يحط شكلي وحاطلي فد حيوان حاطلي ما عرف شنو تعرف ليش دا تسوي هيت شي لانا فضحت وان شاء الله ما اجوز منكم ما اقول لغير شي حبيبي إبراهيم وخلي شاسمه هذا الدليم اللي ناسبته محامي السيد الرئيس ايه محامي السيد الرئيس اللي طلعكم منش اسمه الصندوق الاسود بعدين منتناسبته مسح كل شي وخلي اللي هو يريده وتخلي هو يصير المحامي مالك انتو عبارة عن شلة مرتزقة وعصابة دمرت العراق بدون لا مجاملة ولا بدون اي كلام زايد انتو شلة حرامية اللي وقع بيها العراقي انت واني واللي نحب العراق لا المصلحة ولا نريد منصب ولا نريد رئاسة ولا نريد ولا كلش نريد بسببكم ضاع العراق وبسببكم ما نقدر نرجع للعراق ورح ندعي عليكم ليل نهار اذا كان الله يستجاب لدعانا والله لا يوفقكم لا انتو ولا عوائلكم ولا اولادكم ولا ذريتكم النكسة اللي دمرت العراق ولليوم التاجر باسم الرئيس وهذا يسب الرئيس وهذا يمدح بالرئيس وهذا حزب البعث وهذا معرف شنو بعدكم عايشين احلام العصافير ما رحت فيقون من هذا الكلام الطايع حظة اللي شبعتوه للشعب كذب في كذب في كذب وكل واحد فاتح لمزرعة وكل واحد فاتح منهول قاعد يغرد به وهذا يطعن بهذا وهذا يطعن بهذا ليش لطيف هي قد هل قد مشاهدين او مقاد غيرة واحدة حتى ما عدهم منافسة شريثة الغيرة الحسد الحقد مبني في غالبية هذا الشعب ولهذا هذا الشعب غالبي ما رح يشوف الخير لان العيب مو بالوطن عراق عراق الخيرات العيب بالناس اللي عايش بي اللي سقطت ونهبة البلد بالغدر والخيانة والعمالة انا ما شايف شعب يتمني يصير ديل يعني انتو شايفين بالعالم يعني هس انت اقعد صير ما عرف شنو افتر العالم كله قل تعال صير بشر يقول لا اريد صير ديل لك يمعود الله خلقك بشر لا صير ديل يعني انا ما شايف واحد يشترى يشترى الذل والعبودية وطيحان الحاظ ويحب يعني بس يعرض نفسه يصير ديل الواحد الله سبحانه وتعالى خلق الانسان حر انتو تقولون الاسلام اجي حتى يحررك من العبودية زين انت تبدأ انت مسلم بس انت تريد صير عفد ورجعتونا الى عصر الجاهلية عبادة اصنام وعبادة بشر هذا علي ابن بي طالب اللي انتو اللي انتو تقولون هو الرب وهو علي ابن بي طالب كرم الله وجهه حسب ما سمعت حرق ما عرف كم الف لان كانوا يعبدوه حرق سوالهم حفرة كبيرة وحرق هم وحطهم قال لك حتى لس صير فتنة ورايا وهس يطلعوا لك والدم حازم انت ضد آل البيت امي وحق هذا الله لا ضد آل البيت ولا ضد آل الشقة ولا ضد آل المجتمل ولا ضد آل أم فخرية ولا ضد أم يسرى جوزوا هذا الكلام لخريط مالتكم يومية طالع لي واحد انت ضد آل البيت لك بابا آل البيت انعالاتهم فوق راسنا وما جايين احنا لا طاريهم ولا امد انا دا احكي على الصناعة اللي صنعت لكم اياها ايران وقلت لكم هذا الحسين وهذا علي هي صنعت لكم ائمة تمشون بيها تتمرجحون بيها وتبيعون بيها شرفكم وعرضكم على ابو الحسين والمتعة والكذا وعمر بن الخطاب منع حتى حتى الرسول عليه صلاة والسلام كان يتمتع يعني بزمن الرسول كان يتمتع كانت اكون متعة بس اجي عمر بن الخطاب منعها كافي هذه اشياء تاريخية بصحة بغلطها عيشوا حياتكم عيشوا حياتكم انتوا في عام 2023 تكنولوجيا بيتكم بدل ما تاخد هذا الموبايل وتروح تفتر بالتيك توك ومعرف وين تتفرج على رفعة الراس هذن العراقيات هسا اللي فاتحات صفحات اللي بطلعت اصدورتهم واللي قاعد تفتخر بانه قاعد تسوي افلام اه شقلبانية وتقول موعب ما طول شغل حلال يعني الشريفة لو تاكل الف شسمه موزة تبقى شريفة انت دا تسوي افلامي باحية فكيف شريفة تقول لا هذا عمل حال حال اي عمل لا خوش والله احنا منتصرين يعني رفعة راس رفعة راس وحق الله توصني مقاطع يعني الصدق رفعة راس ما شاء الله تقول اي افلام باحية شكو بيها هذه اولا ثقافة وثانيا احسن ما ابيع نفسي ازان انت تسوي افلام باحية ازاي تسوي بلعد قاعد تركعين وضربين خمس ركعات حشام قاعد تنزلين و مماك الجر اذا افتح حلق نسوان قاعد بالقناة ما اقلع على والديكم والله شفتولكم واحد فتح بث يتكلم عن الثقافة وكيف تطور عقليتك وكيف تطور اخته مع عبدالعزيز نورتي يحكي بالثقافة يحكي بالعلم تشوفون القناة مات خانسة بس خلي تطلع مثلا يسرة او فخرية او يعني بناتهم حازم بنات معرض منوا ويطلعا بالشسمة ومطلعين البوبزي الاول البوبزي الثاني تشوفهم هيك مثل الدبان ملتمين ايو حق الله هذا الشعب يحب فراش والله العظيم وست رغد جاية تريد تحرر العراق هذا الشعب يشتطي اطي عرق وطي ونسة وطي بنات يصيح لش من الصباح للليل بنروح بالدم تبوقين تنهبين كل هذا مو مشكلة اطي شرب اطي بنات اطي موبايل وخلي هو هذا هو هذا عراقنا العظيم عراقنا العظيم هذا لازمين 24 ساعة الموبايل كتابة سطلية كلها ما تعرف مين شون دا يكتب لغة جديدة اللغة السطلية تتذكرون كنت ادرسلكم اياها اللغة السطلية هو شعر ودهن مغرقة يعني يعني اذا هايشي من الدهن اللي حاطها براسها يطلع بالشمس الطق بيضة فوق راسها تتقلة من الدهن اللي حاطها فوق راسها وجمعة العطواني وذولاك جماعة تتشوبي وروح ينخلب تكريد وبالملاهي تشمر فلوس والله جابه طار الرئيس هذا مستوى الرئيس صدام حسين الله يرحمه تغنون وتجيبون اسمه بالملاهي على مو يشمرون دولارات عليه شعب يحب فراش وحق الله يعني غاس الايد من عنده الى يوم الدين بتريد تترغض تيجي تحكم يعني هذا الشعب شي رادله يرادله المرحوم اقسمه بالله يجي المرحوم يستلم الشعب شي سوي يا حماية ايلكم تجيبون هذا الشعب ويجيبون نبانقنات اصلية من يابن ويجيبون فريق اعدامات يوقف وتلزمون هذا الشعب بسر وتحط راسه بمنقناة وتفعصه وتنعى الوالده وهم تبقى الذيور طالعوا من حينه بالله العظيم شعب يراد لمنقناة ودوس وحق الله دوس ما يعترف يصير حر تجيبون وتحط راسه بالمنقناة وتفعصه نعم من حالك اخوي حمد والله تجيبه هذا المرحوم وتقول له تعال حبيبي انت انت صدق شسمه اولا اولا نجيبولي غلوبي جماعة الارضوانية لازم يصيرون فحشر اضعف لان عندنا شعب 40 مليون تجيب هذا الشعب كله وتسوي له منقناة اكس لاج وتجيب الشعب بسه وتحط راسه بمنقناة وتفعصه الكترونيا وتبقى البهات طالعه من عيونه شعب يحب فراش والله اقسمه بالله يعني انا ما رأي اقول لشسمه انا اذا استلم العراق او 140 مليون اصفي 5 اذا او 4 مليون اقسم بالله مو 40 مليون يمكن اصفي 4 ما خلي بي اي شي 4 مليون اصفيهم اغربلهم حتى ال4 مليون وخلي هذا ال4 مليون تبني هذا الوطن اللي يذكر العشيرة اعدمه بالنعالات احط بالساحة واعدامه يصير بالدق بالنعال اللي يذكر طائفة تحط ها بساحة الاحتفالات وينعدم بالقضاقي اللي يذكر قومية تحطها بساحة التحرير وتعدمها بالشلاليخ اللي يذكر دين ومذهب وقومية ومعرف شنو تجيب وتستورد عشرات الاطنان من الموز من الصومال الشقيقة وتعبي به هذا الاعدام هيش يصير بالعراق اما دولة جماعة فاصل النهر او جماعة ارنب شسمه صدام وسليمان جدرية وكل هدول اللي شفناهم فنستسلهم مخابرات وانا الاستاذ راح اصغيم مدير مخابرات العراقية بعد ما هيد اللجنة الاومبية انا افتاحهم مقصدة ودق بين منقنة والعوال ديهم اما هذا ضاف ونمية وعب منو راجع صاسم بالمنقنة عجم مواطق انخونا فنقعدوا شعب مليان ذلة يخرب على الفلوس يخرب على الزرور يخرب على الصدر الاول والصدر الثاني ويخرب على الستياني قصد السبتة تنقاني صمام الامان اللي لا الى ريحة ولا صوت ولا يحكي ولا حتى يضرب دقلات شعب مثل هذا شون تتعامل معه وتريد سترغد بثوب هالشانيل وبالمكياج مالتها يجي احنا نطالب من اخواننا في الانبار ان هي قاعدة في الاردن فاحنا راح نتكلم باسم المرحوم اخواني وعزائي ابناء الانبار الاشاوس اريدكم اتعبدون الطريق وهذا محمد البلبوسي ها اتجيبوا وتدزوا على ال على الولادي عودي يفعص راسه بالمنقنة اريدكم اتعبدون الطريق تعبيد محترم موال شله وعبر من اردن الى بغداد العظيمة لان الريد الموكب مع البنت الكبرى يكون موكب مهيب لما تدخل والريد قاسم السلطاني يرجع ويغنيلها فوتي بيها وعزن مخليها ها الله سرسري بالقرآن ابو عدي كان دواكم وحق الله كان ابو عدي دواكم حطيلي يومي اكلاوات اجل احسين وانكتل وانضرب ومات وطب مار راح الحسين راح انكتل صار فاني لقطعوه منو قطعوه انتو قطعتوه طب ها مرض الكل عيشوا حياتكم ابنو بلدكم بلد بي ثروات العالم كله ميزانياتكم من الاربع دول منهوبين بس انتو تشاكون على الصفحات والله ما عدي علاج والله ما عدي ابو عمر الحقلي ابو ابو اش اسمه الحقلي بلد شبيكم ولكم لو طلعون بالنعالات بالاصبع هذه الحكومة تسقط بس انتو تجيبون ولدم حازم وذول الجماعة محمد بلبوسي اللي مرتها تطلع تسوي حفلة بخمس ملايين دولار على مدد قدم وردات حمر السيدة الاولى شحتي شقول هذا البلد خرب فحبيبتي اختي العزيزة سترغاد جري نفس عميق شربيلي فلات وايت انت عارفين استثقافتش غير شكل فلات وايت كابتشينو يعني اللي تحبي نزيم وقادي ترى لا عراق يرجع ولا راح ترجعين هذا مجرد كلام اعلام تعرفين من اللي قلتش اطلعي واحتي هم دعايا للقناة وهم دعايا لكتاب مالج فلا قلبش لا على العراق ولا العراقيين ولا تستغلين عواطف وحاسيس العراقيين لانت عارفين هذا الشعب غالبي تعاطفي روح روح تعال تعال واحنا بالهندي يعني احنا الاكراد هنوت هرا هرا ورا ورا وهذا يجي روح تعال مسيرة مو مخيرة اشكر كل الاخوة والاخوات اللي تابعونا هذي الليلة واللي دايسان دون هذي القناة شو تريدون اتصالات ما يخالف نسوي اتصالات استاهلون اشكركم فعلا اشكركم جدا اسم اسم اللي قاعد يدعم القناة قاعد يسوي لايكات وسوي شير فعلا بفضلكم ذا ترجع مرة ثانية الامور وذا ترجع مرة ثانية الوضعية مات القناة وذول الخياس اللي قاعد يسويون شكاويهم وعلى رأسهم ال رفيق المنابل فرس النهر ابن فخرية اخو يسرى وان شاء الله بعد حسب ما شسمه قل له لعندك عجر ايام فهو دا يعرف قاعد وحاط هسا عيونة هيتش بالمنقنة ماكو بعد من فاصة عيونة وبالمنقنة دا يدحج فهنانا يا ابن فخرية قلت لك لا تلعب ان تحرك صبيعك ولهذا وبهذه المناسبة المباركة وفي هذه الليلة ليلة الأحد المباركة المقدس راح نستخدم يعني نستقبل بعض الاتصالات من الرفاق البعثية يكونون ها في نفس الموضوع في نفس الموضوع نستقبل بعض اخي 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 هلو نعم هلو نعم لا الهو هلو 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 فاحنا ريد منعكم كرفاق هزبيين ريدكم معانا يد في يد ورجل في رجل ونتذكر هلو نعم هلو هلو نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اريد احسي لك بموضوع شوي بعيد عن الحلقة وموضوع انا وعلم شخص ولكن لا يخص فلوس ولا يخص شي كاني اسمي ما احضرت كلك هي بصاعدة من الشخص كان بحزب البعث والدي توفه بسنة الالفين وثلوثة والدي موال المقاومة الراقية وايضا بطوار العشر بطوار 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 بسلحة وكان رجقدي عسكري وكل يساهم لسا نعم عند سمع مارية مزيئ واني وقتل هو اخواني اثنين اثمان ويزيد اثمان شان الله رحم سنة ويزيد شان وخمص دعو سنة الله رحم الله رحم فنحنا من العراق واني رحنا بوضايا الكردستان من كردستان طلعنا للأردن من الأردن طلعنا الدولة اللي سان بيها نعم واني سنة لخمصة عشر ورجعت للعراق جمعا من نور المالكي اختصبوها وداصوا على راسها بالسيان واني راتوا ويلاحك هذه الساعة ثمان واني اتماكوا وولا ليزها واني سا عمر 27 سنة وخرجت كتليا عسكرية اختصبو منه وحان اختصبو والدتي رحول هذولا من المالكي جمعا من نور المالكي وعندي في المقاطع وعندي شلون دعسوا على راسها بالسيارات عندي الدلائل والمقبور الجلبي هو البلغ عن والدي سنة الالفين وطلع وعندي الدلائل وعندي كل شي تغيرت هذا الشي حبيبتي ممكن تبعثي لي اياها اكيد ووالدي وصلت مني الشيوخ اللي هو علي حاتم والشيخ رافع المشحن اللي هو امير قبل اللي هو امير قبيلة جمالة وايضا هواية من الشيوخ صارت هواية مشاكل حاليا انني تواصلوا يها دول الشيوخ ولكن الشيخ علي حاتم حددني هالين أنا بها الدولة وقريد رجال للعراق ولكن رجال للعراق بش رازي لا لا ترجعين ولا أبدا وهذا شيخ نحال حشاتش برغ الدليام أبو بريس هذا مزيان هذا واحد واحد 56 واحد عصاف شي واحد حال دولة ولدهم حازم لا تتقين بيهم لا تتقين لا تتقين لما نطبق الدواعش لما نصعد أخذ الدواعش للأنبار الشيخ اللي هو رافع المشحن أول ما جاء ميتفق ويهم متر ربع غير رائد الحجد العشائري ولكن يدروا بي وقتلوا أحوان الخمسة وولد أمر عند وليتشان اسمامر هو أكبر أولادة وقتلوا وحاليا بتركيا وعق عنوان بالتفصيل ونوع سيارته وأرقام سيارته وأسامع التواحد واحد فدوا العينيش حبيبتي أختي بنتي أبعثي لدني وأنتي وصلت إن شاء الله بحيان من الله مزعم لكن والله الله يحفظك أبويا لا تبعثي ليه هنا لأن هذا تليفون البت المباشر هذا ينغلق بعد ما نغلق البت أبعثي ليه على الإيميل على الإيميل المالي الخاص نعم موجود وآني حشيت وليل أدم المنتق أحمد أو محمد اسمه صار أحمد أو محمد ما أركب اسمه بالضبط وحشيت لأني وقبل يرسلي الإيميل ولا غاكر يعرفون عنواني بالتفصيل وإذا صار شي أنا راح أتأدى أنا ميهم من الموت أنا خرجت كل عسكرية وقدمت سنتي عند الجيش أحشيت بالصراح بأي دولة وحبهش بأي دولة وحاملة الجنسية بنتي حبيبتي لا تقولين بأي دولة أنا داقول لك يا ابنيتي دزيني وأني أخلي هذه الدولة اللي أنت ساكنة بها وحاملة جنسية ثم تنع الوالديهم بعد بس دزيني المثباتات أنت وصلت في هذا شغلي أشكرك إن شاء الله وأشكرك الله يرحم الشهيد القاعد صدام حسين وأله يرحم عدي وقصي وابن قصي اللي شالس لحب حارب الأمريكان ماتوا بشرف ما ماتوا قديدين شرب حالهم حال حاقة ولا بخوان السموجودين الله يرحم مولدي شكرا ألف الأخ ألف الأخ يا الله سمعوا أهل العشاير والعقل والصماخات هذا شيخ إسطام مادرين عال البارحة عودوا مسوي لأهل ويختالوني لك دفوت هو أنت منه حاميك هو اللي حمي حزب الله وغضب الله ومصر عن الله حتى الطلقة تخاف توصل يوم أفلامكم كافي شيخ إسطام ولك أنت ويهل حرس الثوري بس شن سوي عدنا قشامر مدقللكم القشامر اللي عدنا جماعة بنروح بالدام هم اللي دمروا الإراق نأخذ هذا الاتصال يوم أهلو نعم أهلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شوك استاذ لطيف الله يسلمك أبويا شوان سألتك بخير الحمد الله بس هدي سؤال ولا برغد ولا بأي واحد وكل من يقول لك يرجع وأني معارضة وأني معارضة وأني معارضة وأني معارضة وأني شذب عمي لا صدقون قسم أنا بأله ما يرجع وتذكروا هذي حشائتي اليوم وليحد ما أموت وإذا بقت هذي الفيديوهات راجعوها قلت والله هذي الرجال اللي مات النبش حشاها ما يرجع العراق هذي خطة دولية دمروا العراق وهذا النتيجة نقطرات السطر ما يريدون للعراق يرجع يا أخي وما رح يرجع ماكو غير شي تريد تحافظ على كرامتك تريد تكون نفسك تريد تتقف نفسك اطلع اطلع عسا هذي مو غربة وطايع حظها بس هواي أشرف ما أرجع الهذول الهمج ويتحكمون بي والله صراحة شاء الله كلش تقهر واحد شي يسوي هو هذي الواقع احنا لا قعد أكذب عليك وقللك الحياة حلوة والحياة جوهرة ما قلت شي لا أخويا العراق ما يرجع كل من يقول لك يرجع العراق لا ينصبون عليكم لا تشوفون دولة هاي القنوات هي نفس الشكولات مرة جايبين معارضة ومرة جايبين ذيول نفسهم يقعدون واحد يسب الثاني وبعدين يتصافحون واحد يخبر الله ها شون شان اللقاء ها هذا يدز اللقاء لفلان حركة اللي تموله وهذا يدز اللقاء لفلان اللي موله وابوك الله يرحمه وكل واحد طالع ها طلع قال ها طلع مامة لابس لقاط هما هذا بلدنا بس احنا ليه تشدب رحم الله ألف هلأ أبوي ألف هلأ أبني هذا اتصال أخير يعني أنا ترى بالقوة نزلت السكر خلال هذه الأيام المبارك المقدسة وهس هم صعد فريد نودعكم هيا فإنقل لكم العراق بعد الرئيس صدام حسين ما يرجع وإذا رجع فيرادله ابني المرحوم يرجع يجيب المنقنة ويفعص كل الخوانة من الشمال إلى الجنوب وإلى الشرق والغرب وبهذه المناسبة نحب نسلم علم سوسو وأخو يسرى وبن فخرية ها بعشي ثريد حتى بصوت المرحوم وبن فخرية وبن فخرية اسمع الرئيس سلم عليك مزيان فكافي كافي لحبت نفسنا يومية طال عنا واحد هذا معارضة وحنا رئيس تجمع المعارضة العراقية ورئيس المعرف شنو الدرنفيسية ورئيس قسم البلابيل في المعارضة العراقية وراح نحرر وراح نجي واحد يطلع لرئيس اللجنة الدرنفيسية لأعداء ايران وكل خرط بخرط وكردستان لامتهم واذا تريدون تقابلهم شوفوهم بالملاهي وبهذه المناسبة نحب عدي شكوى الى الرفيقة المجاهدة ام حازم رحمة الحازم ورحمة البنات شكافة خلفين والشمرين علينا العراق انترس والبلوعة طفحت يرحم ربك اذا تعرفين ربك ام حازم كافي كافي دخيل شربيت وشرشف الشريفة اللي انت تمشين وراها وهذه يومية واحدة طالعت انه ورغد راح ترجع ويومية فلان وفعلان كافي كافي ام حازم تخلف وذولا يتشذبون وجمعت الانبار يومية طالع العلم شيخ هذا امير الدليم وهذا بيض غنم الدليم وهذا بلبول الدليم وهذا ابنين القبائل البلابيل في الدليم وحاطين صواني وحاطين وهذا ابو ريشة وهذا ابو كنفيشة وهذا ابو بلبولي وهذا ابو كافي نعلت والديكم شعلت دين دين العراق شعلت دين دين رب العراق وهذا الاشيوخ همشي قاعد ايو عجلياب امير الدليم علي حاتم علي حاتم علي حاتم كانك موزة من دني الماكل اللي صير انجوزي صاير حتى بلبولك ما يقدر يجيب طفل اسا تري تخدم العراق طفل ما تقدر زجاد حاول يتوقع كل بلبول يقدر يخلف امير الدليم والله قاعد بهذه وطوب محكوم انا بالاعدام تلقي ببغداد قاعد طوب راح التقى بفلان وكلهم ببغداد خميس الكنغر اربع كباب ويطلع بالقنوات جيش شو كذا طوب ايده بيد المالكي مثل ما انا ايدي بيد محمد مثل ما يقول لي سليمان جدرية كلهم كلاوشية حرامية سرسرية تسمعوها ما تسمعوها ما تسمعوها اقفوا امشوا وراهم امشوا وراهم وشوفوا نهايتكم واذا تصير جابوا لكم خبزة يعني اذا جابوا لكم هذه كلينساية هذا كلينساية ورا ما تخلص تسويش اسمع يطيكيها هم تطلع صفق قلب نروح بالدم حتى كلينساية ما جابي لكم بس تبقون الذيول تموتون على المذلة اذا هيتش هاي سووا وليما عزمكم فهو صار ابن رسول الله ما حتى تتقرب له لا تحكي تاج راسك لا تحكي خطة حمر انا خطة حمر عندي العراق تاج راسي العراق اي شي ثاني جوا عالي حشاكم التو تحياتي لكم واشكركم مرة ثانية لا تنسون ماشين على نهج سوي لايك وحط كومينات وطيع واسكت قول لا حبيبي شرفتون نورتون ألف شكر لكل اللي دعموا وكل اللي اشتاقينا لهم اللي ما كانوا موجودين قبل في القناة ورجعوا وان شاء الله باقين مستمرين نفس النهج ما عدنا شي اسمه خطة حمر ولا عدنا شي اسمه تاج راس تاج راسنا الشريف تاج راسنا الحر تاج راسنا بلدنا اي شي ثاني ما عدنا ويا لخطة حمر ولا عدنا اي تصرف ثاني الا الرقعة بالأربعة واربعين حش السامة فما رجع اقول الشي اسمه علي عاتم انت منيشوك اسمه امير دورم وانت حتى خلفه ما عندك اذا اجيبك يا عاتم اسم واجه راسك بالمنقل او وفع اصو تبقى البهاتم تخرج من عيونك بلبورك ما بيشي بلبورك ما ما يخلف وسيصال الشيخ وامير عاس ودول الوانية تصبعنا على خير حبايبي الفها لديكم